أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم أن عدد الطلاب الداريسين بأوكرانيا الذين قاموا بالتسجيل وصل إلى 1900 طالب حتى الآن مشيرة إلى متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية الأوكرانية وأكدت وزيرة الهجرة أن الحفاظ على حياة الطلبة له الأولوية القصوى مؤكدة متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لأبنائنا في ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات الأحداث الجارية